حضارة الأزيتك زمان كان كل سنة فيه خمسة أيام ما بتتحسبش من الشهر وبترجع الأرواح الشريرة للأرض في الأيام دي وسموها الأيام عدمت الإسم على الحدود المكسيكية بين أمريكا والمكسيك مهرب بشر بيستعدل تهريب أخه وأخته الحامل جابرييلا برى المكسيك بيلاحظ واحد منهم نفق أسود ولما يدخلو يطلع لهم كجسة أحشاءها طلعة يحصل هرج ومرج والكل يهرب ومش عارفين إيه حصل بنت اسمها نيكول وحيدة وباقسة في حياتها أبوها عنده بيته في الحدود بين المكسيك وأمريكا عندها مهارة الجاري وما سابت أبوها من فترة وعايزة تتحرر وتخرج من برى القرية اللي عايشة فيها وتروح ساندييجو وتشترك في المرسونات هناك وكمان بتفكر ما تقولش لأبوها وتهرب لما تروح تلاقي أبوها مع صاحبه ويد بيصلىه العربية ويقول لها أبوها استني رح أكل الحيوانات في المزرعة لما تروح تلاقي أصار ريش فراخ مدبوحة ودم على باب المغزن لما تفتحه يلاقوا حد أكيد من المهاجرين كان هنا وخد كل فراخهم وتلاقي نيكول تمثال غريب قديم واستغربوا منه ويقولوا أكيد ده من عصور ما قبل التاريخ بتسمع نيكول عن التمثال ده أنه كان من الممتلكات القديمة لها تقوس شيطانية اسمها سيواتيل تابع حضارة الأزتيك وبتعبر عن شيطان الخاص بالستات اللي ماتوا قبل ما ولدوا أو حتى أثناء ولادتهم وبيرجعوا تاني للحياة من وقت للتاني عشان يدوروا على أطفالهم والتمثال ده بيعتقد الناس أنه بيحميهم من الشيطان بتاع الستات يخش أبوها يقول لها بصيتي على طرد البريد ولما تفتكر أن رسالة الصفر لسان ديجو وصلت تجري بسرعة بس اتأخرت وأبوها شاف الرسالة يتصدم وتقول له يا بابا لازم نتكلم الشرطة الحدودية بتقرب على رهوي وأخته جابريلا الحامل فبيقرر يجري وبعدهم عن أخته ويحميها وشكلها خلاص هتولد يقول لأبوها أنت ليه عايزة تهرابي مني وتروحي لأخويا في سان ديجو عايز يسرقك مني تقول له لا ده مؤمن بي على عكسك تماما أنت عايزني جنبك وخلاص يقول لها بعد كل السنين دي وأنا بربك الوحدي بعد مامك هربت طب أقول لك حاجة روحها نجمة أمريكا ورينا شطارتك هناك وهوقع على الورق ولما يحسسها بالزنب ويحبطها تقول له خلاص انسى مش هروح هي بتستحمى بالليل بتحس في حد مرقبها ودخل البيت فتخرج من الحمام وتمسك مسدسها وتلاقي رهوي بيسرق أكل وشرب عشان أخته جابريلا الحامل ولكنه بيهرب بسرعة وما تقدرش تضرب عليه نار ويجابوها والصاحب يقول لها في حاجة ولقيت وقل له وانت بره وانت بره بتذكر في حد اقتحم البيت وجري يقرر يروح هو وصاحبه وراي يلاقوا جنود مكسيكيين ميتين بصورة بشعة وأحشاءهم كلها خارجة منهم ومش عارفين اللي حصل ويروح ويبلغوا الشرطة ما يصدقهمش ويقولوا له كنت بتعمل ايه على الحدود يقول لهم حد دخل بيتي فقررت اروح وراه يقولوا له ما تروحش هناك تاني لان احنا جلنا بلاغ من اسبوع برضو بحدوث نفس الجريمة واحد مقتول وحشاء وخرجة ونيكول نايمة يقول لها ابوها انه هيخرج شوية هيشتري شوية تكاميرات مراقبة عشان يصوروا اي حد بيقرب عليهم ويقول لها لازم ما تخرجش من البيت وتقفل كل الشبابيك والبيبان ولما تجلها صاحبتها كيلتن يقول لها انها غيرت رأيها ومش هتروح امريكا عشان ما تظلمش ابوها هو اللي ربها كل السنين دي لما ما هربت يسمعوا صوت غريب ولما يروحوا تلاقي نيكول راهوي مستخبي ومصاب لكن حد خربشه تاخدوا نيكول وتعالجوا ويقول لها انه ما قتلش جنود المكسيكيين وانه فيه اسطورة في بلدنا زمان عن ستات بيرجعوا من الموت لسرقة الاطفال ولما توريت تمثال يقول لها انه كان لستة جميلة ضحوا بها زمان مع ابنها اللي لسه ما تولدش في حضارة الازتك ومن ساعتها هي بترجع في صور الشيطان كل خمس ديام من السنة اسمه سيواتل لما هيجا ابوها فجأة يخش القوضة ويكون راهوي يفتح الشباك وهرب وتروح تدور عليه لقيه والجرح بتاعه ما لينزف دم تاخده وتوديه لصاحب ابوها ويد ويغيرله على الجرح تظهر الشيطان سيواتل وتهجم على قرب الناس بيتهم كلهم ويقرر انهم لازم يحربوا الشيطان سيواتل بس تقول نيكول يعني القوات المكسيكية بالاسلحة ما عارفوش وقفوها احنا هنعرف ويقرر ويد يروح لصديقه كارلوس عالم الغرائب يستفسر منه عن الشيطان سيواتل ولكن ما يسمعوش الكلام ويروحوا يدوروا على جابرييلا يروح ويد للعالم الروحي يقول الشيطان سيواتل بيظهر في خمس ايام من السنة متتالية حسب الاسطورة ومن خلال الايام دي بتقعد تقتل في الناس لحد ما توصل للطفل اللي عايزها وطالما قلت انها قتلت ناس قبل كده فاعتقد انها خلاص هانت ما بقاش غير يوم واحد بس وللاسف مش تعرف توقفها ولا حتى تقتلها لان ما فيش حد ميت بيموت مرتين يسمعليك تهرب وتستقبع لحد ما اللعنة بتاعتها تخلص ونيكول بتدور في الطريق على جابرييلا بتنادي ولما تحس انها لقيتها وتقرب عليها اطلع الشيطان ومستعدة استادهم بسرعة واخيرا تلاقي نيكول جابرييلا بعد ما ولدت وكان الشيطان قرب عليهم تنجح نيكول تهرب جابرييلا وتهجم على الشيطان وتوقعه تفتكر انها قتلته يروحوا البيت ابوها وما يصدقهمش وتقول لنيكول ان الشيطان ده هو اللي بيمزق احشاء الناش وانا شفتها يعيني ويد راجع من عند العالم الروحي بيلاقي حد غريب في وسط الطريق ولما ينزل يطلع له الشيطان ويخلص عليه تقول نيكول انها وقعت الشيطان في حفرة منجم وابوها بيعيط بيديها ظرف المنحة الدراسية في امريكا ومضى عليها ويقول لها انا كل اللي انا عايزه في حياتي انك تكوني سعيدة وما تلاقيش علي انا هكون كويس تدخل صاحبتها كتلين وتقطع كلام ابوها معاها وتقول لها بقولك ايه ما تيجي نروح امريكا مع بعض انا اكتر حاجة بحبها في حياتي الافلام فممكن اشوف طريقي المهن هناك ويتفقوا وتمشي كتلين ويلاقي ابو نيكول في كاميرا المرأبة ان الشيطان قتلها ويجي يهربهم في البيت في نفق سري ويقفل الباب ويقرر يروح يحارب الشيطان لوحده ولكن تصاب وتروح علي نيكول تحاول تقويمه يقول لها خلاص العمر ضاع سامحيني لو زعلتك في يوم من الايام ويموت وجابريلا وراهوي بيهربوا بيطلع عليهم الشيطان ولكن ينجحوا يجروا بسرعة ولما يحصرهم الشيطان تيجي نيكول تغبط الشيطان وتاخد جابريلا وراهوي في العربية وتسيب جابريلا طفلها نام في العربية وتنزل تحاول تساعدهم وهو بيصلحوها ولكن لما ترجع تلاقي طفلها تخطف والشيطان خطف ومشي تجري بسرعة وراها ولكن يقتل وتروح نيكول بسرعة وتاخد الطفل من الشيطان وتدي الرهوي وتاخده تربطه فيها وتقوله روح صلح العربية وقابلني عند بيت ويد ويقف ترقو وينجح رهوي صلح العربية وتوصل نيكول بيت ويد ولكن ما تلاقيهوش لانه تقتل وتفضل تجري وتجري والشيطان وراها بيجري عشان ياخد الطفل تعبد خلاص نيكول من كتر الجري ويحصرها الشيطان في اخر يوم من الايام الخامسة ولما ييجي ياخد الطفل يلاقيه معزة ولما يوصل رهوي البيت يلاقي ان نيكول سابت له الطفل هناك وضللت الشيطان ييجي الشيطان سيوة الينتقم ولكن خلاص الوقت خلص وتموت بعد ما خسرت نيكول ابوها لسه عندها امل وتروح مع رهوي بعد ما حاموا الطفل عشان يربوه